طبعاً معلش قبل ما أخرج من النقطة دي عايز أقول إنه زي ما كلام الأستاذ عبد الرزق قال قال إنه كل لما تزيد الهجمات إحنا نعرف إن إحنا ماشيين على الطريق الصحيح وده حقيقي فعلاً وده النهاردة دي الرسالة اللي إحنا حتطلع أو إحنا عايزين نبرزها النهاردة ونوضحها في حلقتنا وحنوريكم بالدليل إنه قد إيه إحنا ماشيين في الطريق الصحيح وقد إيه إنه إيد بتهد وقد إيه إيد بتبني خلينا نروح بقى لوزارة الدخلية اللي أعلنت عن كشف خلية إخوانية إرهابية هدفها إثارة الشائعات والبلبلة تزامناً مع الانتخابات تزامناً مع الانتخابات طبعاً أنا أقصد انتخابات الشورى وانتخابات مجلس النواب وكلنا عارفين العناصر دي بيشتغلوا على إنتاج سمعوني كويس على إنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية مفبركة تتضمن أخبار مغلوطة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد ومؤسستها أو مؤسسات الدولة وترويجها بقى عبر شبكة الإنترنت وقنوات فضائية إخوانية اللي بتبث من الخارج تعالوا نشوف اعترافات الخلية الإرهابية ونرجع نتمل كلامنا